دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر افتتاح محطة الغاز المنزلي في مدينة الخوخة جنوب المحافظة ويأتي التدشين عقب الانتهاء من تجهيز المحطة التي تنتج ألفين سطوانة يومياً مع إمكانية ازدياد العدد إلى ثلاثة آلاف سطوانة حال ارتفاع كمية المقطورات المعتمدة للمحافظة والمحددة حالياً بثمان مقطورات شهرياً وخلال التدشين أشاد المحافظ طاهر بالجهود التي بذلتها إدارة المنشأة مشيراً إلى الدور الوطني للمحطة في توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في المديرية المحررة وأكد المحافظ طاهر أن الغاز سيكون في متناول المواطنين وبأسعاره الرسمية مشدداً على وجود رقابة وعقوبات لمن يخالف التسعير المحددة ومطالباً بمضاعفة الكمية المحددة للمحافظة نظراً لتزايد السكان في المناطق المحررة موسيقى موسيقى